السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جديد لكم اليوم وصفة الايس كريم اللي هي ليجلاس كما تعرفونا في فصل الصيف العصائر والمثلاجات وما الوصفات المطلوبين انا واحدة يعني نفضل الحاجة البردة على الحاجة سحونا في فصل الصيف ممكن نخرج برا يجي كيمتع برا شوفوا يلقى ومتاعه هنا كل هندي ريكو تاكلوا في ليجلاس تاع برا مع الكين وبنان بزاف انا اكدولي على البنان على الخطر برا يعني فتوكت على البوات اللي يتباعوا ولا يجي فيهم لقوت على الارام وتحسوك شون ماشي بنان المقادر تعنا بسيطين وش نحتاجه عندنا كاسة الحليب حليب عادي وعندنا نسك كاسة السكر كيف ما عارف كبرت على لحظة حليب لحظة حليب بودغة وعندي ملعقة صغيرات على الفانيليا نخلط هاد المكوينة كامل بارد في بارد مع عداء الفانيليا نخلطه متخبيان بالفوي ونحبه من فوق النار حتى يغلو حتى تشوفوا بالليل خارط هاده راح يطل على الفوق كما كيف يفيد الحليب عسوها ردوا بالكم وتقعدوا يعني تحركوا فوق النار حتى تحسوها وحاب يغلي نحصلوا على هاد الخارط نديروه مغرفة على فانيه من المستحسن داخل الكسر هنا ديروه مغرفة على فاني وتصفوه داخل ايناء وحد اخر يبرد لكم لازم يبرد تماما انا خليته برد فوق طاويلة وبعد ذلك في الكنجيلاتور باش يبرد لي نحتاجه بارد شوفوا راح يتقال شوية بما يتقل بزا 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 يتقال ما يتحسوه باليتقال واللون طاويلة واللون طاويلة نحطوه بجيه ونروحو نكملو الاسويت اللي هي كاستع غبرة شانطية وكاستع الماء بارد الماء لازم يكون بارد بزا وعندي زجم عارفة على الكاكاو وعندي بتي سويس هادك بتي سويس طاويلة ديروه هادك ليجي مستاطيل شكلها مستاطيل ديرو وحده هادك فيها تسعين قرام نغمان ما اختياري ماشي لازم يعني بشو نقول لها لكم انا اضفتو بشي كاسي لحلاوه كما تعرفوا غبرة شانطية نحبش ندلكم الكرام فلاش ندلكم اقتصادية بغبرة شانطية نبصح وشنو انا نقول لكم دتلكم بتي سويس باش نكاسي لحلاوه انا الحاجة الحلوه بزا بما نحبهاش هاده هي تقدروا يعني تستغنائوا اعليها نطلعوا لها شانطية عادي كما مول في نطلعوا غبرة شانطية مع الماء قلنا الماء لازم بارك يكون بارد بزاف بعدش نديرو نزيدو هاده البتي سويس الى ما اضفتوش البتي سويس في هاده اللوسمو راح تخرجو لكم من وصفاتين راح تجيكم نفس الشي ونفس الشكل وكلش نفس القاوة تحبو جربوها بيها وبلا بيها ورجعو لي بالخضر نخلط جيزتي تخلطو لهااد المكونات الماء بعد نروح نضيف هاده الخريط تاع اللحظة والحليب نضيفو بالتدريج وانا نضرب حتى نكملو كامل ونكونو تحطرنا على الكريم المثلجات انا حبيت نضيف نصف بذوق الفانيليا ونصف دوق الشوكولادة اذا حبيت نضيف هاده الكاكاو اذا حبيتو كامل فانيليا حاجة واحدة اذا حبيتو اضيفو قهوة قهوة ونضربو ونضربو حتى تتخلط الناس اللي تحب لها كريم بقوت ع القهوة ونضيفو لها بوريت فروي باش تحصلوا على القوف خاز المهم ديو هنا في هاد المرحلة خلاص رانا تحصلنا على المثلجات العفسة اللي تديروها من بعد راح تمدلكم فقط الدوق معنى صادير بون كل واحدة بخدو ديو اللا فاتا بيستاش بخاليني بيستاش بيستاش يوش حبيتو انتوما كارامل لوتشوث كماشته نقسمت الكمية الاثنين ونضيفو لها الكاكاو اللي اكيد لازم نغربو ونروح نضيرها في البلاتو التاعي انا دا تزوج البلاتو صراحة بس وحنا ننكلو لغلاس كماشته تحكم اي الطاعة تركت التي تحكم بها استخدم زجاج ورغطاء طبيق بانيليه ، طبيق شوكولاته ، طبيق بانيليه ، طبيق شوكولاته ، طبيق شوكولاته الى شكل الى شباب من الموجه كماغبه مع البادن بشكل مصابي نجد من نصف الراق لا نحب شوكولاته لنخبض يمتغني بكراحة نجد فائد نجد م BMW يعني في باطة واحدة ديرو نص نص اللي بقى نواصل تبقى طبقة حتى نكمل الايس كريم بتاعي اشتركوا في القناة نخبطه مليح كما كم تشوفو اني نخبطها بيه باش يخرجوا فوقاعات الهواء اذا كاين بادوش ندين خليها تبرد شوية غير تحكملي لا فوقا تولي سابه ما تلسقش انو حندلها لسق فيها بابي كويسان لسقو بيه علاش باش مايربيلش هديك طبقة تاع الجليد اللي تجي من الفوقا دي قلاسون تربيلك اللي قلاسون كدير لها بابي كويسان مشا حتربيلك اللي قلاسون شوفوك انحيا كي باش ما تربيش اللي قلاسون هنا درت نصب الكرامل ونصب الشوكولاتة كشوكولاتة غتي نيدو بتاع في الميكروند والكرامل نفس الشي انا درت كرامل برصالي تتوالم بزاف مع اللي قلاس هنا شوفو انا مزربت صراحة درتو ايما جينو دتو ع السبعة العشية على عشر ونصر يحنسين نديرو شوفو كما شفتو رقيتو مازل ما جميل شلافوت تاعي انا ما سبرتلوش غدا من داك شوفو القوام تاعو يعني راهو قوام الايس كريم العادي اللي صدقوني وكانت جربو على الوصفة هحتولو مدمينين عليها وشوفو الشكل المغضغي هادا كش حال يجي شباب انا هادا البلاطو الثاني ماذا كان غريبي خلاص يعني كلينا منو شوفو العبول كيفاش تفرما فاسي المون بنين بزاف على بالي راح يعجبكم وكانت جربو الوصفة التوبينج اللي من الفوق ديرو وش حبيتو تحبو ديرو فخاز تحبو ديرو كرامل شوكولة اه تحبو ديرو الجوز مفتت وش حبيتو انتو ما وتحصلنا على هادا الكوب انشاء الله تكون عددتكم مصفتي لنهار اليوم تقدروا تاني ترافقوها بمع الفواكه ولا مع الفوندون قطلكم يجي قاوة متاعو معلك بزاف ابنين اذا جربتو الوصف تنسوش تولي تطبيقاتكم في الانستغرام ولا في اللفاشتاعي باتولي لريزوسوسيو توعي كامل باسمي الصراح مناش قولكم دمتم في رعاية الله وحبته والسلام اشتركوا في القناة